من الاول كده انا عارف ان الكلام اللي حقوله ده حيدايق ناس كتير بس ده رأيي يعني حضراتكو طبعا كلكو يعني عندكو عقل راجح وتقدروا تقولوا رأيوكو في اي حاجة لكن انا رأيي كده يعني فقضية محمد الشرباجي لاعب السكواش المصري العالمي اللي خد الجنسية الانجليزية وقرر انه هو يمثل انجلترا بدل ما يمثل مصر بعد كده نمر واحد انا مش شايف الراجل عمل حاجة غلط خالص الراجل ده جماعة نص حياته مقضية في انجلترا اعدادي سنوي جامعة انت كنت بتبعت تجيب ويلعب باسم مصر بتستدعين ويلعب باسم مصر انما هو الراجل ده تربيته واكله وشربه وتخزيته تدريبه كل حاجة كان في انجلترا ايه المشكلة وبعدين الراجل دفع التمن عادة لمصر يعني حقوق الجنسية اللي فرقابته بطولات وبطل عالم وكل حاجة قلبينا عن الراجل الدنيا ليه خلق ربنا معاه وبعدين هو انت يا عمي حينفع تلعب واحد غصبا عنه انا قلبي مش جاي في الحقيق يعني انا ما هو انا عشان العب ودي لازم ما ملعب يا بحاس ان انا بلعب لحد انت ما عملتلو عايز الحقيق يعني انت ما عملتلوش حقيق يعني لم تقدم له شيء يذكر يعني علشان تقول ايه اكلتك وشربتك لا خالص ما حصلش اي حاجة خالص الراجل بعد السنين بالتتالي خد الجنسية الانجليزية ما لي اراكم يعني غضبانين وزعلانين وانت كل يوم علولة عندك ده كترة ومهندسين وخبراء وعلماء بيسافروا بره واخدوا جنسية ولا حد بيقول لهم انتو فين شمعنا الراجل ده يعني اللي جات علي اللي حكاية وبعدين قلت يا عمر جايز انت ظالم يعني اما نشوف ماذا قدم اتحاد اللي سكواش المصري لمحمد الشرباجي قال لك انه الاتحاد بيقدم لمحمد الشرباجي المساعدات المالية المنصوص عليها في قوانين وزارة الشباب المصرية تعارفين طبعا الارقام دي ايه يعني دي متوديوش وترجعوا رايح جاي يعني رايح جاي في التدريب في انجلترا او يعمل معا حاجة قال لك وعلى فكرة احنا يعني بنقف جنبيه لما بيعوس حاجة ويكلمنا بالرض ايه القضية يعني عملت له ايه يعني اللي اهم بقى قال لك وفي مرة على فكرة بقى عشان تبقوا عارفين مصر عملتين محمد الشرباجي ايه عام قال لك مرة في هونجو كونج الباسفور بتاعه ضاع واتصل بينا واحنا طلع لانه الباسفور ووقفنا جنبه انت عملت ايه لمحمد الشرباجي ايه الشيء يعني العظيم اللي الراجل وبعدين ده انت في موضوع الشكواش ده انت محمد الشرباجي بالنسبة لك مش مهم اوي ده انت عندك ستة من العشرة الاول في العالم مصريين دي لعبتك وحكايتك قال بين على الشاب ليه هو عمل ايه غلط ربنا معاه خلاص هو قرر قلبه قال له انا عايز العب واعمل قفزة اه ابقى مع منتخب اقوى في امكانيات احسن هو حر ما هو يا جماعة كمان انت مش هتلعب حد غصبا عنه وبعدين اصدامش مثلا بيلعب في لعبة جماعية ده لعبة فردية هو الواحد وقف في الملعب لو ما اه يعني مقدرش انه هو يكون حاطط كل قلبه باسم اللي هتلي هنا البيان يبني هنا هو كابر تاني اللعب محمد الشرباجي هو لعب مكتد وموهوب من اسرة رياضية ومهتمة خاصة برياضة الاسكواش واخيه اللعب مروان الشرباجي لعب المنتخب المصر الرجالي يعني في واحد منهم معاك هنا تلقى محمد تعليمه بالخارج وكان يفضل خام انجلترا يعني هو قاعد برا قاعد اكتر ما قاعد في مصر بصفة خاصة بابندينة بريستون التي استكمل تعليمه بالمرحلة الثانوية ثم المرحلة الجامعية وكان في هذه الفترة منذ 2013 يتم استدعائه لتمثيل مصر في بطولات العلم رجال وكانت لوعة وزارات مختلفة في هذا الشئ خلا هو الرجل عايش هناك وكان اللعب يحصل على عديد من المساهمات المالية من اتعاد مصري الاسكواش تبقى للواح وصدر بها قرارات وزارية من وزارة الشباب والرياضة على مدار العوام الماضية وكذلك سداد رسوم الاشتراك السنوي في منظمة اللاعبين المحترفين بتدفع له الاشتراك ده يعني كام يعني ما هو كان بيديك بطولات وقد تم تكريم اللاعب من فقامة الرئيس عم فتاح السيسي وحصل على وسام الرياضة بالدرجة الاولى في واحد ينار 2018 مع العلم ان اخي السوق الاصغر مروان الشرباجي كانت استجاباته سريعة دائما في تواجده مع المنتخب وحصول المنتخب على بطولات واخيرا في فرنسا 2017 طب يا سيدي اخوه بمعوض واستمر وفي فطلات مختلفة كان يطلب مساعدات من الاتحاد على سبيل المثال عند فاق ديه جواز سفره في هونج كونج ديسمبر هي يعني اللي عملت قوله يعني ايه شيء يعني اللي هيقعد الراجل شايله جميلة لمصر واستمر اللاعب اللي قامة بانجلترا اللي حين بلوغ سن التصالح اللي حصوله على العفاة النهاية من الخدمة العسكرية لعدم اداءه الخدمة العسكرية بعد تقرجه ثم قام اللاعب بذلك بعد الاجراءات للحصول على الجنسية البريطانية والتي ساعدوا في احد زملائه من اللاعبين الانجليز وكان من التسهيلات الحصول على اللاعب باسم المنتخب الانجليزي وكان متوقعا ان يمثل انجلترا في اي مناسبة قادمة ومصر لديها العديد من اللاعبين الموهوبين بدليل وجود ست لعبين مصريين ضمن افضل عشر لعبين على مستوى العالم في التصنيف الدولي وهم جميعا محترفين انت عملت ايه ما انت عارف عملت له ايه يعني انت قلت عارف ان هو الراجل ده بياخد جنسية وحيلعب مع المنتخب الانجليزي ماذا فعلت انت جيت جبته مثلا قلت له ايه مشاكلك يا ابني طب ايه الدعم اللي ممكن اقدمه لك طب انت عايزنا ولا لا ما هو اساس الحكاية كمان يا جماعة الشاب نفسه انت عايزنا ولا لا ده الراجل داخل في التلاتين يعني يقدر ياخد قراراته زي ما هو عايز في ايه خلاص فاليازة انما لقيت ناس بقى ايه واصلة لمرحلة الخيانة العزمة طب وش معنى هو ما انتو عندوكو نمازج ولو قلتلكم الاسماء اللي خدت جنسيات برا وعاشت برا اسماء في تاريخ مصر تهز جبال خلاص ما فيش مشكلة هو الراجل حاسس ان ده مستقباله حاسس ان ده اختياره ربنا معاك متشكرين قوي انما فجأة انت حسستني ان انت هتبعد يعني يتخطفوا من انجلترا ليه خلاص متشكرين مصر ولادة عندنا ستة في العشرة الاوائل عندنا ناس كتير ربنا معاك علاقتنا بيك كويسة انت عملت دفعت الدين اللي في رقابتك بطولات عالم وبطولات قرية وبطولات اقليمية وكت نموذج ومثال لشباب مصر كتير انما طبعا عايز الحق عمرك ما حتقدر تقدم له اللي قدمهوله الانجليز هل مصر قدمت للشاب ده قدمه الانجليز قدموله سؤال بس انتو ليس اعلانين طبعا عايز اقلكوا سؤال بايخ واعدوا تخانقوا معايا قبل ما تخلوا اللي ما تسألوش عارفين السؤال طبعا هيبقى الموقف ايه وقتها هتقول للقوانين ما ينفع ما تنفعش طب ولو ينفع خلاص يا جماعة بلاش الحالة التشنجية دي لو انت فعلا بتحافظ على كل مصر بالعكس فلياذهب ويكون خيره ممثل لمصر وفي النهاية نقول طب ما احنا عندنا ممثلين اصلهم مصري وخدوا الجنسية الامريكية عندنا ده كترة عظام وهم وحتى الان يشار لهم انهم مصريين ليه الحالة اللي فيها الشيفونية دي اللي هو لا هو ده البلد ده عملتله لحم اكتافه لا ما فيش لحم اكتافه وبعدين هو خد قرار وخلاص وانتهين يعني اللي انت ممكن تستفيده ان انت لما يبقى عندك حاجة زي كده خصوصا لما تبقى لعبة فردية طبيعي الناس برا بتبص على المواهب المواهب بيشوفوا ايه المواهب الامريكان على فكرة بيعودوا يلفوا العالم من الاول كده في شابة عندها ست سنين بتلعب جنباز في بلد في بولندا هات هات وكبر وربي واعمل انت عملتله ايه انت قدمتله ايه انت اتكلمت معاه ده انت قايل في البيان بتاعتك انك عرفت طب جبت وقلتله اه محمد ايه حبيبي الحكاية طب ممكن نكون نقدر نعمل ايه طب ما تستنى ما نشوف طب جايز نجيب لك منحة مثلا من حتة جايز في مجمع اللاعب الاولمبي نعمل لك طب ايه اللي نقصك بصراحة كمان الولد تحت اغراء غير طبيعي يعني مش حاجة برضو سهلة ارجوكو بس يعني عارف طبعا فيه ناس عايقولك المصر والوطني لا دي موضوع وهو الراجل بصراحة عارف وقدم ودفع دينه خلاص اذهب بقى فأنت من التلقاء يعني روح انت بقى شوف حياتك الراجل عن فكرة مش بقيله في سنه كتير عشان يلحب يعني مش حاجة كتير خدت انت شباب وكل متشكرين قوي شكرا ليك انت كنت راجل كويس ورجل محترم طب انا عايز اقول لحضراتكو حاجة في الفروسية كمية الفرسان المصريين اللي خدوا جنسيات بره علشان يلعبوا فيه فرق اللي راح النمسا واللي راح ألمانيا قد كده ولا حد فتح بقى الالعاب الفردية دي يا جماعة هو واحد هو لازم انت تقدر توفر له الحالة توفر له المناخ طبعا انت عندك هنا اسماء مرعبة سواء فيه سكواش البنات او سكواش الرجال انه ما خلاص ارجوكو تمنولو حظ سعيد ومتشكرين قوي وهو خلاص الراجل عمل يعني حضراتكو تعرفوا ميزانية لعبة السكواش في السنة كم في مصر خمسة مليون جنيه مصري حدش بيقولك انه دعي فيك انما انت الناس دي بتبقى محتاجة دعم آخر الخمسة مليون جنيه دول اما تقسمهم على السترليني يعملولو ايه انما في حد تاني عنده بقى امكاني هتقول لي في ناس اه متشكرين اللي هو هيقولك لا ما ما عملتلي اغراءات بلدي اه ماشه هاته ده بقى وقف جنبي ما هو كمان في النهاية عندنا الناس بتوع رفع الاسقال نموذج الناس دي تبهدلت وكان يجي لها آآ عروض انها تحترف في دول نعرفها دول نعرفها انما برضو كانوا الناس دي يقولك لا وبتاعه بس بيشتغلوا في ظروف صعبة جدا فيه ناس بقى ما بتقدرش خصوصا زي بقولك ان هو لم يكن منزرعا في مصر الراجل ده كان منزرعا في بريطان فارجو بس انا عارف انه طبعا بس انا متعود يعني ان انا الحاجة الاولى ممكن يبقى فينا بس كتير متضايقة ونسمع حاجات خارجة وكلام ولا يهمني انا بقول لحضراتكو رأي انا رأي انه جود لك ربنا معاك وانتبعك انه يعني انا مثلا لما شوف رامي مالك مثلا الممثل اللي هو اصله مصري من الاصول مصرية يعني بس ما شفش مصري اما شوف بقاعد كده اقول لهم ده ده مصري ده ابن مصري اما اما في بريطانيا وبتاعه الناس تتكلم اه طبعا ده محمد صلاح ده ابننا ده بتاعنا اه اه يعني طبعا عايز سألك سؤال عشان بقى ايه الجراح كلها تفتح اللي انتو عملتوه في محمد صلاح الشهر اللي فات اللي تعمل في محمد صلاح الشهر اللي فات في مصر هنا في حين بقى الراجل ده انا شفت هناك ايه ده ايجيبشن كينج عندك جوهرة حافظ عليها شوف امكانيات عندك رجال اعمال عندك مصانع عندك بتاع وضب له عقود اعلانات اعمل له مش عارف ايه تمويل الرياضة وتمويل الالعاب الفردية ده فن وانت حكاية السكواش بتاعتك دي ملحمة بصراحة يا محدش يقدر يقول عليه انما بصراحة بيان الاتحاد السكواش الحاجات اللي اتعملت ليه ميش ايه يا ليس شيئا دفعتلي اشتراك اللي بتاع طب ما هو كان بيلعب باسمك انت كان لازم تفعل مشتراك كان ترخيرك يعني الباسبور بتاعه ضعه ورجعته له متشكرين قوي فارجو بس انه ايه يعني الناس تبقى هادية شوية على الشاب انا اظن ده قرار بالنسبة له برضو صعب بس هو الراجل مش احد في مصر يتحدث يمكن انجليزي اكتر ما بيتكلم عربي فبشويش بس على الناس كده وبلاش بتاع ولو عايزين بقى تعالى بقى نلحق الدكاترة تعالى نلحق المهندسين تعالى نلحق المقولين تعالى نلحق العلماء تعالى تعالى نلحق اللي بقين عندك ماقول اللي بقين عندك دول يجي حد يقوله ايه يقوله ما محمد هو بقى ما تيجي طب اعمل لده حاجة اعمل لدول حاجة ارجو بس ان انا اكون في بداية الحلقة وضحت هذا الامر